وإلى ليبيا حيث رحبت الولايات المتحدة بنتائج الاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا في الجزائر باعتباره خطوة هامة في دعم الاستقرار الاقليمي وبحسب بيان لسفارة الامريكية في ليبيا جددت الولايات المتحدة دعوتها لسحب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين من ليبيا وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية كما هو مقرر في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل اشتركوا في القناة